على كل لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة دكتور أحمد حلس رئيس المعهد الفلسطيني للبيئة والتنمية مرحبا بك معنا دكتور على شاشة الغد وفي نشرة الأخبار المنوعة كل العالم تقريبا كل شواطئ العالم تعاني الآن من التغيرات المناخية بأشكال مختلفة ومتباينة لكن في قطاع غزة الموضوع أيضا مختلف لأن الحصار الإسرائيلي يفاقم من هذه المشكلة على شاطئ قطاع غزة دكتور أحمد كيف ذلك؟ في البداية عشان نكون نحن عارفين والسادة المشاهدين على الطلاع قطاع غزة تزدادها شاشة يوم بعد يوم بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها آثار التغير المناخ على الكرة الأرضية متفاوتة وأكثر الدول تقدما هي السبب في تغيير المناخ نتيجة ضخها لكميات هائلة من الغازات التي تمسك بالحرارة وبالتالي تحدث ما يسمى بالجلوبال وورمينج أو الدفئة الكونية إلا أن للأسف أكثر دول العالم تأثرا بتلك الآثار هي الدول الفقيرة التي تزدادها شاشتها وبالتالي قدرتها على تحمل هذه الآثار تكون قدرة ضعيفة منها قطاع غزة الذي يتعرض لكل أشكال التغيرات المناخية التغير المناخي لا يقتصر على تآكل الشواطئ تغير المناخي بارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين تقريبا خلال الأربعين وخمسين عاما الماضية وازدياد نسبة التلوث في الهواء ضعف الكمية من 250 بارت بير مليون لغاز ثاني يكسيد الكربون اليوم يصل إلى أكثر من 500 و600 ميلي جرام لكل لتر من الهواء كل ذلك أمسك بالحرارة التي أثرت على الضغط الجوي والذي أثر بدوره الضغط الجوي على اتجاه وقوة وسرعة الرياح التي تحمل السحب وبالتالي تغير من أنماط التساقط المطري على الأراضي في كل الاتجاهات ناهيك عن ارتفاع الحرارة الذي أدى إلى انصهار كتل هائلة وكميات كبيرة جدا من الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي والتي هبطت إلى المحيطات وبفعل نظرية الأواني المستطرقة سيرتفع ويرتفع حاليا مستوى البحر وكما رأينا كثير من التقارير تتحدث عن ارتفاع منسوب مياه البحر 10 سنطي إلى 15 سنطي كل 10 سنوات وبالتالي كثير من المدن والأحياء السكنية والمرافق الساحلية سيتم انغمارها أو ستغرق بالمياه البحر نتيجة ارتفاع مستوى البحر المشكلة أن الدول الهشة لا تمتلك القدرات الكافية لمواجهة تغير المناخ دول كبرى تقيم مشاريع هائلة بمليارات الدولارات لصد الأمواج وحماية شواطئ بدونها وبندانها في قطع غير ذا الذي يتكون أصلا بذكرك القدرات غياب السياسات الفلسطينية إلى أي مدى كان مسؤول أيضا عن عدم إيجاد قدرة توازن بهذه المتغيرات المناخية بالأسف أختي الكريمة القطاع غزة جارولي كوركاري وسانديد يونز في كثبان رملية حتى صخور الساحل لا تستطيع مقاومة مياه البحر التي تزداد عنفا وشراسة خلال فصل الشتاء أمواج عاتية وهناك ظروف قاسية من تيارات الحمل بالإضافة لارتفاع مستوى البحر كل ذلك يؤدي إلى نحر الشاطئ بشكل متسارك أيضا بناء موانئ خليني أحكي لك وألسن صخرية دون دراسات تقييم أثر بيئي محترمة وتبنى تلك الموانئ بدون أصلا معايير ضابطة بيئية يؤدي إلى حجب الرواسب التي تغذي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وقطاع غزة جزء منها الرواسب التي تأتي عبر دلتا نهر النيل والتي ترى بالعين المجردة وخلل الترسيب حول الموانئ المبنية بناء غزة انظر إلى الشمال وإلى الجنوب سترى النحر يتفاقم المشكلة ليست في القوانين والتشعات وإن كان هناك أيضا مشكلة في خليني أحكي تكامل العمل على الشاطئ وكل القطاعات البيئية التي تتأثر بتغير المناخ ولكن نحتاج إلى تمويلات الحصار المطبق على قطاع غزة والملقي بظلاله على كل نواحي الحياة يعيق التنمية الاستراتيجية من بناء مصدات للأمواج واستثمارات إسمنتية خليني أحكي هندسية بيئية كبرى على الشاطئ لتحمي الشاطئ وتزيد من حصانته إضافة إلى توفير بداء الأخرى للطاقة والمياه والزراعة والتربة والهواء والصحة كل تلك الآثار التي ينتجها تغير المناخ أمراض تنتشر ومشكلات نباتية تنتشر وازدياد استخدام مواد كيموية في التربة الزراعية وضغط على الشاطئ من خلال ضخ كميات هائلة من المياه العادمة التي لا تعالج بسبب الحصار وعرقلة تنفيذ مشاريع كبرى في القطاع أنا دائما أتحدث عن أن الإنعكاس المباشر والترجمة الحققية لأي واقع اقتصادي وسياسي هي مناخات بيئية للأسف بائسة وحزينة ومأساوية والتي تترجم عبر واقع صحي للمواطن كم يحتاج حضرتك ذكرت مسألة التمويل كم يحتاج تمويل الآن في قطاع غزة لمواجهة التغيرات المناخية الكارثية على بحر غزة وتحديدا أيضا لمواجهة الحصار الإسرائيلي غزة ليس فقط مسألة في التغيرات المناخية بقدر أيضا ما هناك دور للأسف في الحصار الإسرائيلي على كل هذه المناح السلبية للمتغيرات المناخية في شاطئ غزة أيضا أضيف للحصار الحروب الشرسة التي تشان ضد القطاع بين الحين والآخر آخرة حرب 2021 وأحضرنا نحن في المعهد الوطن البيئة والتنمية تقرير شامل لحصر الأضرار البيئية التي نشبت عن الحرب الأخيرة للآن لا توجد صيانة وتصليح لكثير من مخرجات الحروب الماضية وعلى رأس حرب 2014 للأسف لا يمكن إعطاء رقم محدد الآن تمويليا هذا عبث يجب إجراء دراسات مستفيضة مسحية على الأرض ميدانية لكل القطاعات البيئية قطاع المياه والصرف الصحي تمديد مدن وبناء حضارة جديدة وتشبيك منازل في شبكات صرف صحي وتزويد الناس بمياه محترمة ضمن محطات تحلية ومحطات معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة في الري الزراعي أو حقنا في الخزان الجوفي استثمارات على الشاطئ لحمايته تطوير الأداء الزراعي واستصلاح أراضي زراعية تمكين الناس من خلال تنفيذ مشاريع يمكن من خلالها تجاوز أزمات البيئية التي يعيشها السكان هذا كله يتم جمعه وبالتالي تقدير التكلفة المطلوبة سواء على المدى القصير على الشورت تيرم أو على اللونج تيرم على المدى البعيد ضمن الرؤية الاستراتيجية لا يمكن المضيق قدما في واقع بيئة محترم يعطي الناس حقوقها من مياه صالحة للشرب وإدارة لمخلفاتها ونفاياتها الصلبة وشاطئ محترم نظيف يراعي حقوق الناس في الاستجمام في مناطق خصوصا الفقراء بالإضافة لزراعة وتربة وهواء وغيره دون مناخ سياسي محترم أي أننا نحتاج لمعابر مفتوحة لاستجلاب التمويل وإدخال المعدات والأدوات أكثر من 1500 عنصر يمنع دخول القطاع غزة بسبب الاستخدام المزدوج والدواعي الأمنية الإسرائيلية تعرقل من خلال كل المشاريع الكبرى ناهيك عن إيقاف كل عجلة التدمير والقتل والحروب التي تكسر وتحطم بنيتنا التحتية بشكل ممنهج لتغرقنا في وحل إعادة صيانة وإعادة الاستشفاء وإعادة النهوض من مخرجات كل حرب المشكلات البيئية في القطاع مترابطة تفاقم أزمة تغير المناخ التي أيضا تلقي بظلالها على القطاع كونه جزء بسيط محاصر اليوم 6000 إنسان يعيش في كل كيلومتر مربع في قطاع غزة وهذا يعتبر ضمن كل المقاييس الدولية منطقة مزدحمة جدا ضمن معايير خليني أحكي التنمية المستدامة أرض صغيرة بموارد شحيحة التنافس شديد والنمو السكاني متسارع ويتزايد أكثر من 70-80 ألف إنسان نزيد في القطاع الآن كل هؤلاء يحتاجوا لموارد متجددة وواسعة تصل إلى طول كرم وإلى جينين وإلى الخليل وإلى رمالة افتح القطاع على باقي أراضي السلطة حتى نستطيع عادة توزيع الديمغرافيا للسكان وبالتالي تخفيف الضغط عن سكان القطاع نقطة مهمة جدا يجب أن تضاف لكل المستمعين والمشاهدين قبل 70 عام رحل الاحتلال بالقوة والقتل والمجازر أكثر من 200 ألف بني آدم إلى قطاع غزة هم لاجئون اليوم هم في مخيمات ضيقة لا ترقى لمستوى معيشة البشر هؤلاء اليوم أكثر من مليون و200 ألف إنسان في القطاع يجب أن يعاد كل فلسطيني إلى أرضه إلى حيفا وعكا ويافا والنقب وكل المدن التي هجروا منها وإلى الآن هم في انتظار العودة إلى أرضهم حينها ستتحسن الظروف البيئية في القطاع عندما يذهب ثلثي الناس الذين يسكنون في القطاع إلى منازلهم الأصلية التي هجروا منها قبل 70 عام أما النظر بعد ذلك في ريزينيانس سكوپينغ امرجنسي منيجمنت وإدارة طوارئ سيكون عبث طالما بقيت الحال السياسي كما نحن فيه وانقسام وحروب وحصار وعدم عودة لاجئين إلى بيوتهم وستبقى الأمور تتعقد يوما بعد يوم شكرا جزيلا كنت معنا من غزة دكتور أحمد حليس رئيس المعهد الفلسطيني للبيئة والتنمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة